اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للدور الذي تطلع به الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في اعداد الابحاث والدراسات وتنمية القدرات الوطنية بما يخدم توجهات مملكة البحرين ويعزز مكانتها في مجال علوم الفضاء جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الاسخير هذا اليوم الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء حيث قدم إلى جلالته جازا حول أهم الانجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية إضافة إلى أهم الخطوات المتخذة من قبل الهيئة في سبيل بناء القدرات الوطنية في مجال علوم الفضاء المختلفة وذلك عبر التعاون والتنسيق مع عدد من وكالات الفضاء ومؤسسات البحث العلمي المرموقة وعلى وجه الخصوص التعاون الوثيق مع وكالة الإمارات للفضاء التي تربطها بالهيئة مذكرة تفاهم وقعت على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2016 كما تضمن لجازو بيان المراحل لتنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي منشانها المساهمة في الارتقاء بجودة ونوعية مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها عدة مؤسسات حكومية لما يعود بالخير على مملكة البحرين وقد شاد جلالة الملك المفدى حفظه الله بالخطط التي تنفذها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومشاريعها المستقبلية وما قطعته الهيئة من شوط كبير في مراحل التدريب والإعداد وجهودها الرمية لتعزيز التعاون القائم بين البحرين وشقيقتها دولة الإمارات المتحدة في قطاع علوم الفضاء لتحقيق كل الأهداف المنشودة من أجل تقدم وتطور والزهار المملكة وأكد جلالتهن البحرين مشهود لها عبر تاريخها العريق بحرصها المستمر على الرقي والتطور في جميع القطاعات لكل ما فيه خير ورفاه مواطنيها متمنين جلالتهن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيزة وقال الدكتور عزيري أن الاهتمام بعلم وتقنيات الفضاء أصبح على سلم أولويات العديد من دول المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن كان حصرا على مجموعة من هذه الدول لعدة عقود لما لهذه العلوم والتقنيات من دور هام في رفع مستوى ثقافة الأمم عبر تعزيزها للتعليم والبحث العلمي والتطور الصناعي والتنمية الاقتصادية حتى باتت مقياسا لرقي الأمم وتقدمها وأن ما يشهده العالم من سباق محموم في هذا المجال لم تعد مملكة البحرين في منعا عنه بل باتت جزءا منه وعنصرا فاعلا فيه بما تمتلكه من خبرات وطنية هي محل اعتزاز وفخر لكل مواطن وأن مساهمتها في العديد بتبادل الخبرات في مجالة علوم الفضاء وتقنياته المتنوعة غدت محل تقدير العديد من الدول خصوصا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكرا شكرا